بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا باش مهندسين معكم مهندس بيلال واليوم ان شاء الله راح نكمل كورساتنا من كورسات تريمبل كونكت اللي هي ان شاء الله راح تكون كورسات شيقة وان شاء الله تعجبكم ونحن نستفيد كثير الهدف من الكورسات هذه انه حبينا نتعلم التريمبل كونكت كتول وكيف نطبق التول هذه عنا في البيم ووركفلو او في استراتيجي عنا في شركتنا سواء ديزاين كامبني او كونستركشن كامبني او فاسيليتي ماناجمنت وكيف يكون عنا او هاو تي امبروف او ووركفلو في شيء جديد الحمدلله ممكن هذا حيكون خبر صار لكم انه صار اتفاقية يعني بسيطة مع شركة تريمبل او كونكت او تريمبل اذا حبيتوا تسموها يعني او تيكلا انه كامل الناس اللي تحضر ترينينج راح يكون فيه سمال تاست او خلينا نقول سمال اكزام سمال اكزام راح يكون فيه كامل الاسئلة من اول كورس سوينها الاسئلة هتكون بسيطة يعني اسئلة هتكون بسيطة يعني اسئلة هتكون او وان يو بس دي اكزام راح يجيكم شهادة راح يجيكم شهادة من من جيمبل كونكت وانه تستعملوها ان شاء الله في حياتكم العملية ان شاء الله نتمنى انكم متكملوا معنا ولي ما حضرش معنا ان شاء الله يحضر فيه يحضر معنا ان شاء الله نكمل في الكورس ولي ما حضرش معنا انا ننصح انه يشوف في الفيديوهات اللي تسجلت من قبل على اقل لم يكون يوم التاست او يوم الاكزام يكون هو جاهز ان شاء الله طيب اليوم هالتوبيك الدرس اليوم راح نتكلم على بعض النقاط اللي هي خلينا نقول اه احتيا راح تكون يعني very important اه في تريمبل كونكت اه خلينا نشوف مع بعض اه او نفتح بيم ارابيا تاست بروجيكت احنا احنا تكلمنا تقريبا عن كامل الاشياء اللي متعلقة بالتريمبل كناكتور براوزر تمام سواء من create new project سواء من creating team assigning team واحشوفوها يعني اذا حبيتوا ترجعوا الفيديوهات المسجلة راح تشوفو كامل التفاصيل اللي حكينا عليها يعني ممكن نسينا اشياء ونحاول ان تفكر الاشياء اللي نسيناها ونحكي عليها يعني سواء اليوم او سواء في الكورسات اللي جاي ان شاء الله طيب اه في شيء يسمى اه يعني بصفة عامة في project management او اه نعم في project management هو اه انت ك project manager اه عندك tasks وهذه تكلف بهم اه اه تيم مامبرز على حسب اه كل واحد والرول تاعو يعني 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 من بين الرولز اللي خاصة بك انك يعني طيب اه فيتر اه موجودة تحت مسمى موجودة تحت مسمى يعني اه تودو اه هي مش فقط sign in tasks بس رح تساعدنا كثير في موضوع اه الcoordination and collaboration between اه all the project team members ورح تسهل علينا عملية communication وعملية data exchange او اه خلينا نقول اه model checking and model quality control اليوم احنا نحكي شوي على to do رح نحكي على شي ما يسمى بالreleases ورح نشوف احنا نشوف شغلة مهمة جدا اللي هي Trimble connect desktop application رح نتكلم على ال viewer وشو قادر اه شو قادر تستعمل او اه شو قادر تستعمل او اه شو قادر تعمل بال Trimble connect desktop application اه لاني انا نمهد اه في الكورسات يعني اه يعني مستقبلا يعني في الكورسات اللي جايين رح نتكلم باسهاب عن موضوع ال IFC وال PCF وانتكلم كذلك عن موضوع اه ال naming convention وكيف حنتكلم وكيف رح تكون عنا مور كونترول على الميتا ديتا وال file revision و اه و اه و ال data exchange ال information exchange وكيف نعمل اه information delivery plan و يكون منظم على حسب اه your workflow اه خلينا نبدأ بالشغلة الاولى اللي هي to do رح نعطيكم ال basic او ال principles وانتوما لازم نتعملوا لها projection و اه we have to think out of the box يعني اه رح نعطيكم بس شو المبدأ to do وبعد انتو لكم الحرية تستعملوها في اه شغلكم اه نبدأ على بركة الله to do زي ما قلنا هي it's like basically it's like assigning tasks اه tasks عفواتنا خلينا نفتح بس مشروع المشاريع اللي عنا مشان تكون عنا اه صورة اوضح اه غالبا اه انا كبيم مناجر او خلينا نقول اه خلينا نعمل تقسيمة الاتية احنا three departments MEP architectural and structural departments رح تكون في اه بنا بين بعض شي ما يسمى بالshared file اه فايل اه اه الكنتينر information container اللي هو يقدر يكون اه شارد فايلز اه شارد فايل عفوان اه how we assign tasks how we coordinate اه between each other يعني كيف نشير المعلومة او كيف نتواصل مع بعض وكيف نطلع الغلطات خلينا نقول او الملاحظات في deliverables وكيف يتم اه اللي يتم الاتصال بيننا وبين بعض ونحل المشاكل اللي موجودة في الموضل قبل ما اه نعمله publish للأونر ويعني ونعمله publish يكون officially released او حتى الـ fabrication stage اه طيب نفتح اه فايل اللي هو الarchitectural model او خلينا نروح للـ publish او shared architectural وروح نفتح 2d pdf drawings طيب على سبيل مثال انا وصلني اه بعد ما عملت sync synchronize اه بطابعة الحال بعد ما عملت synchronize بالتريمبل sync اه وشفت انه انزل عندي فايل مشاير من الarchitectural team اه فتحت هانا فتحت عمل له check اه ونفتح اه نفتح الفايل بالviewer view في عنا integrated viewer اقولكو مقدر يقدر اي يقدر度 pdf word excel avrivit avc تيكلاس كاتشوب يعني الفيور هذا تقدر تفتح به الأوتو كاد سواء أوتو كاد في الفيور 3D أو 2D زي ما شفنا آخر مرة طيب أنا ك لما يرصني الفايل سواء كان 3D أو 2D بس أنا لأنه لم أهمني حاليا إذا كان 2D أو 3D المهم يهمني أنه كيف أو كيف يعني ونشيره مع كامل فرضا زي ما شايفين هذا الفيور فيه زوم إين زوم آوت تمام يعني كبرت صغر فرضا كانت عندي ملاحظة في المخطط على سبيل المثال معماريا أو شفت أنه أنا ك مجرد مثال فقط يعني مش يعني تخذه أوفشل أو شي رسمي على سبيل المثال شفت أنا الكوريدور هذا شفت الكوريدور هذا أنه ضيق على سبيل المثال نحب نطلب من عند المعماري أنه يوسع فيه شوي أو جماعة الأمي بي ممكن عندهم الكونيكشن سوينها في الطرف هذا وأنا حاطت الواتر كلاوزت قريب شوي يعني حتيهم صعبة في الكونيكشن واش رح نعمل؟ واش رح نعمل نعمل شي ما يسمى بـ TO DO وقبل ما نعمل TO DO I have to assign أو I have to لازم نمنشن المشكلة عندك حاجة ما نهنا تسمى بـ cloud rectangle or oval طيب أنا حاليا عندي ملاحظة فيما يخص توزيعة sanitary fixtures اللي هي شايفة أنها تعمل لي مشكلة بعد في المودلينج واش رح نعمل I have to cloud it نجي للمكان هذا ونعمل cloud أنتم شايفين رمز اللي cloud أو أنا نفضل غالبا في شغلي أني نعمل rectangle بمجرد ما تعمل rectangle عفوا يعني تخليه بالشكل هذا على سبيل المثال طيب الحد الساعة مازال issue مش مفهوم جي الـ arrow على سبيل المثال arrow هذا أوكي وتكتب الـ comment الخاص بك مثلا تكتب please change the wc location على سبيل المثال وتعمل أوكي طيب نجي لهذا تحط الملاحظة تعيك بشكل هذا أوكي تقطع تغيرها لحتى اللون يعني مش ضروري تكون تكون red قادرة تكون blue زي ما تحبي يعني أنا حطيت الملاحظة تعيك في المخطط تمام ممكن عندي شغلة ثانية مثلا information مش باين تقدر جيل text تعافون هنا وتعمل please provide dimensions dimensions تخليها زي ما هي بعد تمام في المكان هذا لا سبيل المثال تقدر تكون هذه ملاحظة متكررة لا سبيل المثال تقرر له ملاحظات أوكي وتحط له الملاحظات عندك مثلا إذا شفت شي ثاني you can mention it تحط cloud أو تقدر تحط مثلا عفوا cloud أو تقدر تحط rectangle على حسب شغلك يعني تمام وش عنا شي ثاني من بعد أوكي تمام خلصت أنا ملاحظاتي في في الموضل أو في الـ 2D drawings وهذه على فكرة يا شباب هذه هي نفس principle PCF يعني بس حاليا نحن نحن بشي step by step من 2D وبعد نروح 3D ونشوف كيف نصدرها الـ PCF كأيشيو وكيف نفتح الأيشيو في 3D model وكل بارتي تطلح المشكلة اللي عليها مشان نوصل نعمل الموضل check-in and model quality control بعد ما خلصت ملاحظتي نجيل شي اسمه to do وين هذا ما اسمه to do to do موجود زي ما شايفين على الشمال اللي هو small خلينا نقول board في check بعد ما تعمل click حيطلع لك to do list اللي موجودة في كامل الموضل في عندك ملاحظات عندك to do اللي هو open زي ما شايفين color coding موجود رح نفهمكم فيه ويعني حاجة اسمها closed يعني مش معناها هذا معناها انه task closed already طيب نجيل شغلة اسمها add or create new to do بمجرد ما تعمل click حتطلع لك new to do نكتب على سبيل مثال MEP عنوان يعني issue issues dear architectural team kindly do the necessary regarding the mentioned issues على سبيل مثال mentioned mentioned issues high due date تعطيه مثلا خلال السبوع لازم يخلص task task عفوا مننا اليوم الأحد الجاي و type عندك type of to do it's issue request fault inquiry remark أنا نفضل أنه نخليها remark يعني مش الشغل الكبير يعني أو حتى في priority نخليها normal لأنه يقدر يعدلها والtag نخليها مثلا على سبيل مثلا MEP ونعمل save بمجرد ما نعمل save خليني بس نفتح الإيميل نشوف هل تصني notification أولى خلص خلصت to do زي ما شايفين أنه normal task or normal to do task رح يكون priority إذا كان normal رح يكون blue high critical رح يكون red high رح يكون أصفر yellow والثاني الله مش عارف يعني على كل حل كل priority رح يكون عندها لون خاص بها يعني تمام خلصت to do نسكر تمام أروح على الموضل أو رح للمشروع وين نلقى هذا to do أو نلقى في شيء اسمه to do زي ما شايفين بمجرد ما نعمل click حتطلع لي to do list زي ما شايفين يعطيك priority يعطيك due date يعطيك last modified assignee المسؤول عن عن to do أو عن task زي ما شايفين آخر شيء كريتنا هو mp issues assignee due date creation date ومتى لازم نسلم task اللي هو عشر في الشهر ونورمال خليني نشوف أيوه زي ما شايفين أنا بمجرد ما نعمل issue بمجرد ما ن create issue رح يوصلني أنا إذا كنت أنا assigned person رح يوصلني email أنه يقول لي this and stand email for المزرعة طريقة the following activity to do يعني جاني to do على email هذا it's like notification through email مشان أخلص أنا الموضوع طيب بمجرد ما نعمل أنا check على to do رح نشوف شو تفاصيل to do يعطيك تقريبا small photo أو small picture على issue زي ما شايفين three dots تقضي activity شو activities اللي صارت في to do يعني created last modified etc عندك you can delete عاف the to do عندك هنا you can edit to do أو تغير له tag وعندك export سواء تعمله export to bcf or excel احنا احنا في coordination or collaboration environment اذا حبينا نفتح الاشيو في الريفت نحاول نعمله اكسبورت او لازم نعمله اكسبورت to bcf في معلومة مهمة جدا انه ما في يعني مش موجود لينك مباشر ما بين trimble connect and rivet software يعني اللينك ما بين trimble والريفت هو حاجة اسمها beam collab اذا حاب تعمل direct connection يعني immediate connection or link هو beam collab بس اذا حاب تشوف الاشيو تقدر تصدره ال bcf وتفتحه في الريفت وحياخد احنا نعمل small examples اكيد على 3d model ونشوف كيف يتم الموضوع طيب انتم زي ما شايفين عندك detail of the issue يعني اذا افتحت issue ونقول نعمل click على view رح ياخذني مباشرة على issue مباشرة انا افتحت issue من email تمام assign to me اكيد خلينا نمشي بالprocess اللي المفروض نمشي به يعني لما نفتح انا email ورح نعمل click على issue نشوف بلي عندي task assign to me نعمل check ورح نشوف من اول جديد وش عندي يعمل small description dear architectural team kindly do the necessary رجعني this due date priority completion عندك assign to me عندك created عندك وعندك 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 الاتتاجمنت اللي هو 2D drawings طيب احنا تكلمنا في اول كورسات cd قلنا communication is very important يعني سواء كانت through emails notification او through another communication platforms الشيء الجميل انك تقدر انك تقدر you can communicate with the admin or other team members through another way خلينا نقول بطريقة اخرى اللي هي by comment على سبيل المثال انا وصلني to do task او وصلني task من عند ال beam manager او من عند x member يعني خلينا نقول خلي x member نقدر نكتب comment بعد ما شفت issue اذا مش واضح issue وش نعمل نعمل click على صورة هذه ونشوف شو يفتح لي شوف شو لي عندي او كي رح نشوف task فهمت task تمام نرجع ونكتب comment على سبيل المثال dear sir dear engineer على سبيل المثال engineer noted على سبيل المثال تعمل تعمل خلاص انت عملت comment على to do اكيد بعد few seconds حيوصل comment للمهندس او الشخص اللي اعطالك ال assignment او اللي يعمل assignment لل task وحيصلك ايمايل انه اكتب لك comment اللي هو it's noted زي ما شايفين وصلني انا ايمايل ايمايل عفوا اذا حبيت انت او اذا كنت انت موجود في المكتب تقدر تكتب مثلا اكيد في حسابك في البلاتفورم الخاص بك تقدر تكتب thank you so much تمام يعني انا نفس team member سيطلع لي وكاني نفس شخص يكتب يعني بس اذا كنت انا الassign الassignee or الassignee person سيشوف ستكون في communication between all the team members through the comments طيب الشيء الجميل في to do اللي موجود في trimble انه انتم زي ما شايفين انا عامل clouds و comments على to do drawings هو شي يعمل في حالة هو كأنه ياخذ virtual copy ويعمل كامل الملاحظات على virtual copy اللي موجودة مع المحافظة على original file هو مش مغير في original file اذا حبي تتأكدوا الموضوع خلينا نفتح انتم زي ما شايفين هذا الفايل اللي حاطط عليه الملاحظات اذا رحنا وفتحنا original file سنشوف باللي يعني مش متغير يعني وكأنه ما عملنا ولا comment هذا هو الشي الجميل في trimble انه يعمل لك virtual copy او خلينا اقول instant copy يسوي لك على هالملاحظات من دون ما يغير original file وهذا هو برنسيب هذا هو برنسيب الPCF وكأنه اخذ screenshot اخذ screenshot حط لك عليها الملاحظات وارسلك وعمل لك عليها tasks وعمل لك عليها todo list نعطيه بس شوية ثوانية رح يفتح هذا original file زي ما شايفين ما تغير بقى زي ما هو بعد واذا حبيت نحط ملاحظتي نعطيه من أول نعطيه من أول وجديد وراح ياخذ لي نفس الشي screenshot او copy وحط عليها نفس الملاحظات رح تطلع لكابي زي ما هذه بعد comments تقدر تحط في web browser او تقدر تحط comments في المكان هذا يعني اذا حبيت شي ثاني انه بمجرد انت ما يصلك task عفوا بمجرد ما تخلص task you can modify جين هنا القلم هذا يعني انت assigned person طير له status يعني هو new انت بديد فيه already عندك five types of status عندك new in progress waiting done and closed بمجرد ما تبدأ فيه التاسك بمجرد ما تبدأ remodeling or modification of 3D model تقدر تحط in progress تمام وتحط completion for example 15% وتعمل save بمجرد ما تعمل in progress وتعمل 15% completion or progress percentage حتوصلك او حيوصل للbeam manager اللي هو الشخص الشخص اللي يعطالك التاسك حتوصه notification انه الassigned person he started already working on the model ووصل ال 15% يعني حتكون daily daily notifications يعني notifications مش رح يتوقفو يعني لانه الهدف common data environment رح تكون في information exchange ورح تخف عليك حكاية حكاية خلينا نقول ال emails حيكون emails to be automatically زي ما شايفين updated to do from zero to 15 قل لك انه خلاص انت من ناحية هذه مرتاح لانه خلاص الassigned person بدأ يشغل على task ورح تكون traceable يعني رح تتبع كل ما يخلص كل ما يتقدم شوية في المشروع واشي يعمل هو يجينا هنا ويعمل اه for example هي 15 بكرا يحط مثلا 20 save اتس تمام ودايما دايما رح توصلكم notification through email دخليكم متابعوا زي ما شايفين دخليكم متابعوا المشروع او task حتى you close it تمام بمجرد ما يخلص task يكتب هذه 100% ويكتب progress يكتب done ويعمل save اوكي وتكتب task closed successfully او تكتب task done في comment على سبيل المثال task done regards تعمل comment تم تم التاسك توصلني انا notification بmanager انه task done وتقدر تصدر التغييرات التي تعملها export bcf وتبعثها لتعاود تحملها من اول وجديد في comment environment في شغلة مهمة جدا ملاحظة مهمة جدا نصل لها لما نتكلم على 3d او نعم small demo على 3d model المشكلة في هذه platforms or software like solibri beam collab beam collab zoom trimble trimble connect انه لما يصير مشكلة لما تطلع الاشيوز في الموضل اتسالف وطلع البي cf وكذا و during the coordination انك لازم عليك بعد ما تعدل تعود تحمل الموضل من اول وجديد تعود تحمل الموضل من اول جديد بريفيجن جديد تمام يعني قدر يكون عندك الموضل بخمسة او ستة او سبعة ريفيجنز لانه لما تغير الموضل اتسالف it will not be changed automatically في البلاتفورم زهادي تمام وممكن شغلين على الموضوع مستقبلا يصير يصير يعني يعني يطوروا في الشيء يصير يعني زي ما تغير في النبي سورك يتغير عندك في الريفيت هذه موجودة الريدي للأوبشن بس في الصولي بري وتريمبل كناكت وما شبه ذلك لسه بعد ما في هذه لازم تعود بعد ما تعمل تغيرات وتحمل من أول وجديد لازم تحمل من أول وجديد الموضل أو الخاص بك تمام هذا فيما يخص التدو خلينا روح نشوف الشغلة ثانية طيب الشغلة ثانية هي من الأشياء نشوفها بصراحة مهمة جدا هي ما يسمى ب ريليز نفتح من ربيع بروجيكت تاست بروجيكت هنا بروجيكت نار سيما شايفين طالي أن البروجيكت حاول حاول بس تعمل ريفراش سيطلع لك من أول جديد دائما لا تنسو شي مع حركة الكاش فائل لازم تعمل دائما بروجيكت 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 لأنه موجودة دائما في بيم ارابيا أو في بلاتفورم طيب الشغلة الثانية خلينا نشوف ما صار بالضبط لا ما صار ولا شي ولا حد يعني عمل شغلة يعني أنا فكرت يعني واحد طيب الشيء المهم الثاني اللي هو ما يسمى ب ماذا يسمى ب release أو releases احنا كشغلين يعني كتيم مثلا architectural MEP structural دائما يكون عندنا ما يسمى MEP package أو full package أو شي من هذا القبيل يعني لما نخلص package مثلا architectural structural MEP في بعض الحالات أنه في ناس اختصاصها أنها تعمل submission خلينا نقول للبلدية أو town planning أو civil defense أو أي مثال نحن كتيم أو لازم نعطيه الفول set أو فول package مشان يقدمه هو في town planning أو في department وش نعمل لازم نعمله شي ما يسمى release release هذا هو في مقام publish أو في مقام full set بمجرد ما تعمله submit خلاص يعني ما تقدرش تعود تغير فيه it's it's like small box سكرت الباكس وخلاص وعملت له send طيب كيف نعمل releases تعمل new زي ما شايفين new for example وتكتب beam rabia package due date الاسابيل مثال اليوم خليه اليوم recipients ممكن يكون ممكن يكون عمر خلينا نحط عمر ريسابيين ممكن عمر هو مسؤول عن حكاية التقديمات هذه البلدية وكذا وإذا حبي تحط note تحط note بمجرد ما تعمل save حيطلع لك في أول الأمر كdraft يعني draft ما نحن مازال عندك possibility انك تعدل فيه draft مازال عندك possibility انك تعدل فيه شو عندنا في ولا delete يعني حد الساعة ما زال ما وصل شو عمر تمام يعني it's draft انتم شايفين انه بمجرد ما تعمل تعمل عليه click تقدر تحمل الفايلات اللي هما الامي بي الاركيتكتور للا سبيل المثال شو هذه صورة شوف أي شي يعني أي شي تحط مثلا لسبيل المثال هذه صار تحط الاركيتكتور نعم قلت لكم بمجرد ما تعمل بيم أو بجرد ما تعمل release سيكون عندك طيب سواء draft أو رح يكون official يعني بمجرد ما تعمل send بمجرد ما تعمل send the file it will be released automatically طيب الشغلة الثالثة اللي حابين نتكلم عنها الحين لأنه مهندس عمر يطلعوا لي الناس اللي سحب تدخل في ال webinar ويغطوا لي فهمت عليه نعم 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 طيب الشغلة الثالثة اللي هي يعني هي جديدة يعني بالنسبة المقارنة بطوبيكس الكورسات اللي فات هي زي ما قلنا بيم أو تريمبل كناكت دسكتوب أبليكيشن أبليكيشن وانا حضرت لكم بالمناسبة هذه point cloud model سويناها آخر مرة رح نراويكم كيف تقدروا you can check point cloud model تريمبل كناكت طيب 3D viewer أو دسكتوب أبليكيشن تقريبا هي نفس الشيء ما فيش يعني اختلاف كبير بينها وبين الوب براوزر تريمبل كناكت ووب براوزر زي ما شايفين يعني تقدر تتغير حتى ال user interface تشوف حتى ال sort by last visited يعني you can search زي ما شايفين البروجيكت سيرفر دائمين يتبع معك سواء كان ايجيا سواء يوروب نورث اميريكا ما عندي ولا مشروع عندي بس مشروع واحد سواء all تمام يعطيك اسم المشروع اذا بالمثال اخر مشروع تفتح هيكون by default اسمه موجود زي ما شايفين عندك settings عندك سواء تعمل sign in or sign out الوزر ايميل او الادمين ايميل نفس الشيء اللي شفناه في الواب براوزر تكتب اسم المشروع البروجيكت server location and license وعندك هنا do not publish and publish زي ما اخر مرة هي سواء في server او في cloud تمام خلينا نفتح بس مشروع من المشاريع تانا خلينا نفتح على سبيل المثال بيم arabia زي ما شايفين بمجرد ما تعمل كليك على المشروع شايفين انه مقسوم خلينا نقول four parts اللي هي vertical or horizontal bar هذه وعندكم three vertical bars نفس الشي اللي موجود في trinbar connect يعني web browser هذا نفس الشي زي ما شايفين نفس الفولدر structure رح تشوفها موجودة بس بطريقة اخرى بskin خلينا نقول ثاني عندك you can create add folder to select add folder to select folder you create new folder تقدر تحمل file من desktop من لابتوب عندك هنا حاجة اسمها upload all files to server it's already uploaded وعندك download يعني تحمل كامل الفايلات اللي عندك you can refresh تمام you can refresh وعندك view you can view 3d model عندك من project view اللي هي views رح يطلع لك اخر شي شفته في المشروع رح نشوف هذه بعد شوي وعند to do list اللي هي لدينا plan modification هذا لو تذكروا سوينها اخر مرة الطو شفناها مع بعض you can view online لما تعمل view online ياخذك الweb browser you can invite users to the project you can check the teams تمام وشوف activity يديك مباشرة على الweb browser وعندك هنا ملاحظة مهمة جد نقول لك new version available وعفا بمجرد ما تعمل click رح يحدث لك version اللي عندك زي ما شايفين بماربيا test project إذا عملت refresh يعني ممكن تعمل create folder ما يطلع لكش في نفس اللحظة اعمل refresh رح يطلع لك الفورد اللي حتشوفه قل created on created by and last modified Tuesday اللي هو march 16 على ساعة 11 طيب الشغلة المهمة جدا الثاني اللي هي وش عنا طيب خلينا نفتح 3D model في Trimble Connect Desktop Application ونشوف شو user interface هو user interface ممتع بصراحة أنا حضرت تقريبا حضرت 3D model بسيط جدا حضرت ifc وحضرت rivet لما نفتح rivet نعمل double click احيي يفتح لك مش زي الفيور اللي موجود في Trimble Connect وبروزر تمام يعني it's like integrated يعني ما زال ما دخلتوش على CD تمام ولما نفتح ifc نفس الشي يفتح لك ifc rivet rbt extension طيب خلينا نفتح ifc اوكي زي ما شايفين بمجرد ما تعمل double click او تعمل view هياخذك مباشرة على 3D سواء تعمل double click على هذا او double click على هذا او تعمل click على الفايل وتعمل view طيب افتح لنا 3D model زي ما شايفين افتح لنا 3D model اوكي ال user interface بتاعت ال temple connect بسيط سهل ممتع الى حد ما يعني نبدأ من خلينا نقول من البار اللي موجودة من فوق هذه زي ما شايفين undo do على سبيل المثال ممكن سويت شغلة كذا وتعمل undo نفس الشي create to do تمام create to do احنا المرة اللي فات او من شوية عملنا create to do او pcf عملنا على 2D drawings اللي هو pdf تقدر تعمل نفس الشي بالشكل هذا يعني انت create pcf من 3D through to do تمام ورح نشوف هذي من بعد عندك شغلة ثانية اللي هو clip plan or section عندك two types عندك vertical بس وعندك الثاني اللي هو horizontal بمجرد ما تعمل click عفوا خلينا على سبيل مثلا نحط هذا زي ما شايفين خلينا نشيل هذا remove تقدر تعمل section في plan أو you can make section plan بشكل هذا تمام على سبيل المثال أنا شايف انه هذا it's ac duct تمام وراح نشوف كيف عرفتوا بلي ac duct هنطلع كامل معلومات الخاصة به properties أنا شايفه بلي هذي يعتبر clash على سبيل المثال نقدر نعمل to do تمام remove remove clip plan topic أو التركيزنا اليوم هو حابين نعرف بس user interface مش راح نتكلم على bcf و bcf و كيف تم ال coordination احنا حابين نشوف بس التول ونتعلم عليها شوية بعد لما نروح لل process أو workflow نحن نحكي بالتفصيل عن موضوع bcf وال ifc والcoordination طيب عندك هذه هي cloud او color يعني بتاع على سبيل المثال مسكت هذا اذا حبيت تعمل له cloud يكون cloud لونه اوكي زي ما شايفين لونه صار نفس اللون هذا الورانج اللي اخترته تقدر تخليه تخليه مثلا blue تقدر تخليه زي ما تحبي يعني خلينا نشيل هذا remove تمام وش عنا الشغلة الثانية عنا الكلاوزي ما حكينا من شوية نفس الشي اللي موجود في ال pdf فايل اللي شفناه في ال pdf فايل نهنا يمكن assign or create bcf or issues بعد تقدر تصدرها bcf extension to do the coordination اما بعض عندك نهنا في شغلة ثانية اللي هي المجرمنت عندنا three types of measurement three types of measurement نبدأ لكم بأسهل واحدة اللي هي single point بمجرد ما تختار single point يعطيك ال x y and z of this point تمام ممكن حب تتأكد انه coordination points صح او لا تمام تقارنها مش عارفا اما على الحسب الخطة الخاصة بك شايف انه coordination point او تخليها كreference على حسب يعني وراح نشوف مبعد كيف نشوف AutoCAD ونشوف Linked AutoCAD فايل مع 3d model repeat model كيف يطلعون مع بعض كيف تتأكد انه ال share الصح الشغلة الثانية اللي هي عادي اه اللي زي ما شايفين يعني من نقطة لنقطة اه easy يعني يعني قرر بس تعطيك مثلا هذه خلينا مثلا نختار هذه عفوا اوكي زي ما شايفين اه 400 ميليمتر اه مثلا ممكن ناخد من هذه لهذه اوكي يعني تختار من نقطة الى نقطة ويعطيك هو dimensions كم خلينا نشيل هذا remove remove مشان تعمل remove تعمل right click يعطيك remove automatically يجيل هذه right click remove زيد right click remove تمام الثانية اللي هي it's very important خصوصا خصوصا في ال coordination في السايت هذه رح نشوفها ان شاء الله لما نتكلم الخاصة بالكامل نتكلم على Trimble Connect mobile application لما تعمل click هو يعطيك يقول لك you have to pick عفوا point والfirst object على سبيل المثال انا اخترت النقطة هذه ونشوف الfirst object هو vertical or horizontal مثلا نعود من الولو جديد خلينا نعمل delete ان شاء الله بس تمشيلي ونجيب لهذا نشوف كم خلينا نعود من الولو الجديد اذا حبيت نعرف على سبيل المثال هذه النقطة الاولى وتختار او object يعني تختار مثلا نقطة في اي مكان وتشوف اول object سواء vertical or horizontal على سبيل المثال احب نعرف طول الجدار هذا كم نختار هذا نجيل هذه ونمشي بالطول يعتبر نفس الobject بس اقرب object للجدار هذا هو الجدار هذا نعمل click يعطيني المسافة تمام على سبيل المثال نختار الجدار هذا او نختار duct اقرب مسافة هو الجدار هذا يعطيك المسافة ما بين duct والجدار وهذه من المعلومات الذهبية بصراحة خصوصا في construction phase او في field when you go in field بش مهندسين احنا لما نروح للسايت نقدر اهلا نشيك بعد duct عن الجدار وانا موجود في السايت بالموبايل phone من دون ما ارجع للمهندس هم قلوا اعطيني واطباعلي وعمل لي وكذا يعني تقدر التعين تشوف مثلا بعد duct على سبيل مثلا انا خلينا نقول site engineer تمام حب نعرف والله بعد duct عن الجدار هذا وارتفاع duct عن الارضية حاليا انا ما عنديش عن الجدار بالموبايل application نختار object اللي هو هذا ونجيه الاقرب نقطة عفون نختار object ونجيه الاقرب نقطة عفون نعاون نختار object ونجيه الاقرب نقطة زي ما شايفين هو ما يعطينيش زي ما شايفين vertical لانه ما عندوش limit لو كانت عندي slab احييعطيني ما بينه بين slab او floor اذا اقرب شي ليه هو الجدار هذا او الجدار هذا اذا عطيت الجدار هذا يعطيني المسافة كم واذا قلت له اعطيني من نقطة هذه للنقطة هذه يعطيني من هذه لهذه كم تمام ما تاخذوش على هذه انه اكيد انت تاخذ من edge ومن edge يعني هذه مهمة جدا شفت انا كsite engineer انه عندي كامل القياسات مشان نعمل double check وش نعمل نفس الشي نعمل to do اوكي هاني حطيت ونكتب title checking dimensions مثلا مش تكتب please confirm the dimensions في واحد مثلا يحب يعمل double check assign to architectural department ولا حتى ال MEP تبعث لهم مثلا تقولهم اكدوا لي على موضوع القياسات الpriority it's it's high لازم يرجعوا لك due date تكتب لهم اليوم وهو بطبيعة الحال رح يكون عنده status رح يكون waiting لانك مزال ما بديتش في الشغل لانه status لما تكون في site غير status لما تكون في المكتب يعني او لما تكون assigned يعني to do انا حاليا عامل to do بس assign to do it's like question يعني واني منتظركم يعني حتى نترجعوا لي it's waiting بمجرد ما تعاملوا لي الـ ok ser in progress وبمجرد ما نخلص نعمل work done تمام هذه رح نتكلم عليها بالتفصيل في موضوع الـ construction بستعمال trimble connect زي ما شايفين صراحة شي رائع يعني لما تروح للموقع وتستعمل trimble connect رح تكون تكون عندك كامل المعلومات الخاصة بالمشروع بس اهم شي اهم شي انه modeling team او design team خلينا نسموهم لازم يكونوا مدخلين المعلومات صح وشغلين على المodel صح اذا كان المodel itself فيه مشاكل مستحيل حيكون شغلك صح يعني في السايت رح تلاقي صعوبات وكذا وحنروح ونجي ويكون فيه وحتتعب انت كمنفذ في الموقع يعني الامر كله مترابط ببعض يعني يبدأ من design phase حتى construction الى حتى facility management اذا كان لنا الفرصة نحكي على الكوب ان شاء الله مستقبلا انه المodel اذا كانت المعلومات مدخلها صح في الوقت المناسب وعارف انت شو تدخل مش رح تتعب في البروجيكت اللي هو منفذ under the beam workflow umbrella تمام هذه بنسبة لل القياسات هذه مهمة جدا هذه مهمة جدا خصوصا في موضوع construction الشغل الثاني اللي هو المعروفة هذه انك different type of view يعني تختار left right top bottom زي ما تحبي يعني تمام وترجع لل perspective من اول جديد فرضا انت ضيعت المodel جيت اعمل click حيعود يرجع لك زي ما كان في الاصل يعني ورح يشيل نهائيا ال dimensions على سبيل مثال عملت click لل duct وحبيت تكبر duct بش يكون عندك صورة اوضح لل duct مثلا element هذا تعمله zoom حيعملك zoom على element هذا اذا حبيت على سبيل مثال انك you show only this element تقدر تشوف هذا element اذا حبيت تترجع تعود تعمل click على show all تمام ممكن تعمل حتى hide others اذا كان عندك two options سواء تعمل show element only او لما ترجع تقدر تعمل show only على سبيل المثال تقدر you hide selected element اوكي وفي شغلة مهمة جدا اللي هي شايفين انها ghosts صعف بمجرد ما تعمل click رح تشوف تقريبا element اللي هو hide hide ادعفون شوفوا وكأنه transparent اوكي وتعمل show all hidden elements وعندك selection بطبيعة الحال تختار هذا او تختار by by one click طيب وش عنا ثاني عنا اللي هي سواء perspective او سواء or to view عندك the clash hide or show clash symbol لانه بمجرد ما تعمل clash exercise احطلع لعلك symbol في المكان هذا symbol في المكان هذا 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 etc لما نوصل لحكاية لكل احكياليها بالتفصيل وعندك شغلة ثانية اللي هي object عفوا links ممتاز هذه من المعلومات الرائعة والمهمة وبصراحة نحن في شركتنا يعني ساعدتنا كثير في الworkflow غالبا لانه cd مش مقتصر فقط على جماعة يعني لو تكرمتوا تسمعوني بس المعلومة هذه انا احشير معاكم حاليا case study بسيط صغير جدا غالبا cd هو في الاصل فقط خلينا نتكلم مفهوم اوسع الedms مش محصورة فقط بجماعة الconstruction يعني الdesign وconstruction وخلاص لا نحن نحاول انه ندخل كامل الdepartments داخل electronic document management system واحد طيب فرضا انا او حاليا انا شغال كيف شغال في عنا ما يسمى بالprocurement department procurement department sharing files ما بينو بينو هو specifications او project specifications والquantities مطلوب من عندي the drawings shop drawings او 3D models اذا كان ما عنديش خلينا نقول 3D models عندي 2D drawings اللي هو shop drawings عندي specifications وعندي الbuq او الquantities تمام بدوره الprocurement department يتصل او يفتح tender للكامل suppliers فرضا انا حاب على سبيل مثال خليني بس نفتح شغلها هذه اعطيكم اه اه اي سي داك اه 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 طيب فرضا قلنا جماعة البروكورمان ديبارتمنت فتحوا تندر وكامل سبلاير وكامل البرتيسيبنس أو خلينا سب كونتراكترز قدموا سعر فرضا اخترنا السعر المناسب اخترنا الشركة المناسبة واخترنا على سبيل مثل برند معين أو لحسب اكيد سبيسيفيكيشن أو ممكن نعلي في سبيسيفيكيشن أو ممكن حتى السبيسيفيكيشن اللي حاطينه للمشروع سمها وطلع لنا أغلى يعني قررنا في آخر لحظة انه نغير سبيسيفيكيشن سواء الاسوأ أو الدابل اسوأ على كل حال سيدنا ريولات هذه موجودة وش نعمل انا بعد ما نخلص او بعد ما نخلص بروكورمان ديبارتمنت ونختار كامل كامل السبلايرز او خلينا نقول الاسي سبلاير انا هو مطالب كسبلاير او كسب كونتراكتر انه يعطيني كامل تكنيكال داتاشيت ليش مطالب انه يعطيني تكنيكال داتاشيت لاني محتاج نعمل لها لينك للموديل لاني محتاج ان الموديل هذا من بعد وين بغض النظر عن الكونستراكشن فايز محتاجهم بعد في الفاسيليتي ماناجمنت في شغلة مهمة جدا في تريمبول كناكت انه تقدر تعمل دخل معلومات خاصة كامل every single piece في الموديل تقدر دخل لها الانفورميشن سواء عن طريق لينك او سواء عن طريق او تكنيكال داتاشيت او فوتو او وش تعمل تعمل كليك وجيل شغلا هنا اسمها او لينك او لينك دوكيمنت او فايل اتروح الووركينج ونحطي تاني الووركينج ونحطي تاني الووركينج خلينا نقول نعمل لينك اوكي اوكي صحيح انا ما عملش او سينك رونيز نعمل سينك رونيز تكنيكال داتاشيت سينك رونيز اوكي اوكي علينا بس نجينا هنا ونعمل سانك رونيز هنشوف الليه سبيسي فيكيش موجودة عندي زي ما شايفين ونطلعتش بس فالموضل اعمل لينك اوكي اوكي او اعملنا ريفرش داما اذا شفتوا انو المتلعتش معك او بس ريفرش تعمل اوكي طيب شايفين حالياً أنا عملت لينك للدكت هذا عملت له PDF فايل اللي هو technical data sheet كل مرة توصلك specification approved from the owner from all the parties تعمل لها لينك 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 في نهاية المطافة سيكون عندك 3D model full of information يعني مستقبلاً حتى في facility management ستكون عندهم copy من المodel شغلين عليه يعني اشتغلنا عليه بالtrimble connect ونحيكون فيه كامل technical data sheet بمجرد ما تعمل click على هذا زي ما شايفين يتحمل وحيتفتح عندك وتشوف شو نوعية اللي شغلين عليه واضح يعني هذه من المعلومات المهمة بصراحة مهمة جداً جداً يعني بصراحة هذا workflow بين engineering department مهم جداً بصراحة تقدر تعمل حتى لينك للسعر لينك حتى لأي شغلة يعني حتى عندك المodel full of information اللي تحتاجها فعلاً في الworkflow الخاص بك تمام هذه من الشغلات المهمة جداً اللي هي موجودة لينك وانا هذه لكلاشز إذا كان عندك كلاش رح نشوفهم بعد كيف نعمل وفي عنا نحاول نحاول من بعد في نفس الموضل هذا ونكارية ونصدرهم ونشوف وش يطلع معنا عنا zoom in zoom out زي ما شايفين اوكي عندنا الwalk through زي ما شايفين عندك سلايد مش عارف كمين يسمى سلايد عندك الnormal اللي هي أحسن واحدة المفاضة اللي هي هذه عندك look around وتحب تكبر هذا أو تحب تصغر فيه على حسب يعني ممكن هذا يساعدك أحسن على سبيعه لو طبيعة الحالة رح يعطيك أهم شي اللي حتشتغل به في الworkspace تحب تصغر زي ما تحب هذا الأمر راجع لك طيب شو في بعد في 3D viewer اللي موجود في 3D Trimble Connect Desktop Application عندك شغلة اسمها group by شغلة اسمها group by حاليا أنا group it's by object name إذا حبيت أنا نغير مثلا الgroup ونحن هندخل في حكاية الIFC تمام آآ إذا اخترنا مثلا load bearing هنقول له أعمل لي آآ group this project by load bearing capacity على سبيل المثال آآ ما عندي ولا شي يعني load bearing ما عندي شيء هل نعمل colorized group ما عندي شيء يعني false شايفين false يعني هذا ما عندهم شيء load bearing one which is mechanical أعطاني عندها load bearing which is آآ ما عندي شيء ما عندي شيء load bearing it's other يعني غير معرفة يعني بس ما عنديش load bearing خاص بالجدران العادية لأنها طابق هذه normal walls يعني external walls على سبيل المثال by name colorized group يعطيك basic wall اللي هو لونه كذا و other اللي هو مش معرف duct أعطاكيها بلون ثاني تقدر تعمل لهم أحنا نقدم شوي في terms تقدر تعمل لهم classification by phase حاليا ما عندي ولا آآ phase يعني كلهم نفس الشيء آآ نعمل لهم for example classification by volume ما عندك ولا classification نفس الشيء يعني colorized group أيوه زي ما شايفين كل volume أعطاك ياه لون كل لون آآ كل volume أعطاك ياه لون يمكن classify by آآ باي 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 بوليوم ممكن اندخل انت الفاير ريتنج للأبواب يطلع لك باب ساعتين ساعة ثلاثة ساعات تكون عندك classification آآ واضح تشوف أنه الأبواب للساعتين two hours fire rating one hour fire rating et cetera آآ مثلا material colorized group معناش معناش يعني معناش يعني ما زل أوي didn't make materials يعني لأنه أنا رسمت بصراحة مجرد جدار وحطيت عندك تقدر تعمل لهم classification by tag colorized group ايه 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 شعرنا ثاني باي فايز ما عندي شانال فايزين long name زي ما شايفين باي اي دي colorized group لأنه هذا الموضل طلعته ومعطيته ولا information بما يخص ال classification تمام هذه مهمة جدا هذه مهمة جدا اللي هي ال grouped by خلينا رجحة by model name نعمل colorized group أو reset color عفوا بمجرد ما نعمل click على هذا رح يطلع لي different elements أو different elements نعملي موجودة في الموضل مجرد ما نعمل click لهذا تقدر تعمله in hide بالشكل هذا أو تقدر تغير له حتى اللون تعطيه لون أحمر تمام فردا يعني على سبيل المثال somehow إذا كان شي بسيط هيا نعمل reset default color أوكي شفت باللي مش عارف أنا أنت check في المواضل شفت شغلة مش صح يعني تعمل click هذه وجد تبدللها اللون أوكي وتكتب له to do تقول له مثلا وضح لي ليش هذا الجدار على سبيل المثال مش مش أربعة متر بعد ما تأخذ القياسات على سبيل المثال مجرد مثال يعني احنا نعطي مثال مثال تقول له ليش مش أربعة متر الجدار خلينا بس ناخذ له قياس عفن فروض هذه ليش ليش أربعة متر مثلا ليش مش خمسة متر مثال أعطيكم مجرد مثال لأن أنتم بعد عندكم الحرية يعني هذا المجال مفتوح يعني بس أنا أعطيكم معلومات بسيطة هذه وأنتم بعد تقدر تسوي بها أشياء رهيبة بصراحة default color خلينا نعود درجة من أول وجديد ونشيل ونشيل طيب نحن شايفين ديمانشن أنه بالمليمتر تقدر تغير الديمانشن أول شي لازم تختار أنه يكون metric US metric وتختار تحب المليمتر بالماتر الكيلوميتر زي ما حبيت بس يجب أن تكون صفرين ثلاثة أصفار صفر بعض الفاصلة area نفس الشي المجرمنت خليها دائما بالماتر أو على حسب أنت شغلك كيف تكون عندك الأرياحية general عندك مثلا user interface تخليه بشكل tablet أكبر أو أقل show navigation control bar زي ما شايفين show view toolbar زي ما شايفين هذه enable highlighting of object in the model highlighting بشكل هذا يعني تمام وش عالنا بعد في هذه وعندك الشيء الثاني هي graphics edge line مثلا لما نشيل هذه بالكامل خلينا نشوف وش يصير معنا ما صار ولا شيء خلينا نشوف graphics عود تراجعة camera animation quality تعمل high daemon camera animation time one hundred one thousand عندك ال US proxy server اللي خاص بالserver أكيد جمعة ال IT هم يفهموا أحسن من شيء هذا وش عالنا ثاني عنا زي ما شايفين models هيا أخذك على folder structure اللي عندك موجودة عنا زيس على سبيل المثال هذا زي ما شايفين اللي هو mechanical supply air أوكي هو مسميه mechanical supply air ممكن أنا نعمله hide أوكي أحي يعطيك كامل folder structure اللي خاصة بالمشروع يعني احنا جينا ب ربيع test project حتان architecture model يفتح لك الموديل ويفتح لك مكونات الموديل اللي هو هذا بالكامل وعندك mechanical supply air الوحده تمام إذا حبيت تعمل classification تعمل click على هذه اللي هي objects عندك to do تقدر تخرج لك يعني آلاف التودو تمام وانت شغال على model التودو عندك the clash you can create clash راح نشوفها ما بعد هذه بصراحة مش مش حال نتكلم عليها اليوم آآ عندك sequence يعني كتقدر تعمل small animation وعندك point cloud point cloud الموديل يفتح E57 point cloud extension هنعطيكم مثال بسيط نشوفه مع بعض إن شاء الله لأنه غالبا E57 يكون ثقيل شوية والsize يكون كبير بس عادي ما يخالف طيب في شيء اسمها create 2d or export current dvrs image مثلا إذا حبيت تعمل small animation يعني نرجع ال navigation orbit تقدر تعمل click image أو عفوا click image من البلاس تكتب مثلا 01 أوكي وجيل هذه تكتب مثلا plus 02 وتوصل لهذه مثلا corner مجرد مثال يعني تكتبه plus 03 وتعمل هذا مثلا 04 وتعمل sequence stack شوف وكأنه سلايد شو يعني small animation ممكن تكون عندك presentation وكذا هذا هذه تحتاج أكثر شيء أنا استعملت أكثر شيء إذا كان عندي quality control في اسمه بال point cloud تقدر تعمل تغير duration duration of camera animation show in full screen mode إذا حبيت تمام يعني هذه من الأشياء يعني لح تستعملها في share you can share this one photos you can make it in group تكتب مثلا animation one تمام animation two على حسب يعني أو تقدر you can ingroup it or share this one with technical department ولا مع أي واحد يعني accounting legal department أو تقدر تشيلها by removing it you remove yes I remove طيب الشغلة الثانية اللي حابكم تشوفوها يعني في temple connect desktop application اللي هي مش عنا يا ربي مش عنا مش عنا اي مش في المشروع هذا في المشروع الثاني خلينا نفتح المشروع هذا نفتح 3D model هذا مشروع اللي هو structural model structural model او اذا كنا نحن نشغلين اكيد في المodeling phase حكونا عنا اكيد linked cut files وحكونا عنا we linked by shared coordinates by reference points points ورغور يعني احنا نقدر يعني في quality control checking نقدر نقدر نشوف هل الكاد file مع 3D model او لا using by using trimble connect desktop application 3D viewer ونشوف هتفهموني لما نفتح مثلا على سبيل المثال نفتح ground floor يلا نفتحهم بالكامل مش خسرين طيب زي ما شايفين هذهم linked cut files زي ما شايفين اه اذا حبيت مثلا تأكد انه اه شغلي صح على سبيل المثال او انا شغل في quality control ننزل على سبيل المثال انا ونجي ونشوف نشوف كيف اه يطلع زي ما شايفين هذي reference point ايه بعد ما عملنا link وعملنا modeling هتشوف انه اه طالع معنا صح ممكن تعمل ملاحظات ممكن اه تكون عندك to do by making to do تحب تكون عندك clearance تحب تستوضح شيء تمام او تقدر حتى تعمل small animation زي ما شايفين جي من هنا من animation وتبدأ تاخذ screen shot screen shot screen shot screen shot حتى نتخلص الموضل بالكامل زي ما شايفين parking وهذا health club ويتسمي منك pool في شغلة ثانية مهمة جدا انك تقدر تشوف الcoordinates اللي خاص بال بالكاد فايل linked كاد فايل او 3d model زي ما شايفين information هذي open model property page بمزرد ما تعمل click هتطلع لك position name dated size version هتطلع لك position عفوا scale 100 وهو by elevation زي ما شايفين هو مشترك مع 3d model position x and position y 00 بس في elevation على حسب position بتاع الفلور اذا حبيت ترجع عفوا 3d model تعمل click زي ما شايفين لانه كان counter reference هو النقطة هذي وكل ما اخترنا cad file رح يعطينا position xyz زي ما شايفين هذا اللي هو p1 تمام لو نختار على سبيل المثال health club هذا اكيد ارتفاعه الواح يكون اكثر اه على سبيل المثال اذا حبينا نعمل له rotation هذا اه من ال x او خلينا y نعمله مثلا 90 شوفوا اش يصير معنا طرح او زي ما شفتو زي ما نقال بال file اذا حبينا نعمله على ال y z على سبيل المثال 90 شوفوا اش يصير راح تلف 90 ومكن تخلي حتى 45 شوف يعني ممكن وانت صدرت الفايل تلقاه واحد يعني واحد درجة يعني يعني which is not accurate 100% يعني مستحيل انك تعمل modeling بشكل هذا يعني منظم مش يعني توصل الغلطة زي هذي بس يعني فرضا تعود صلحها تعمل zero مثلا او خلال الغلطة من الغلطات صار مشكلة تعدل rotation الفايل you can align you can تختار يعني يعطيك شو ال alignment rotate move small explanation تمام you can move it اه هذي بما يخص الكاد وبصراحة يعني انتم شايفين ال combination ما بين ال AutoCAD اللي هو ال dwg file and ال ifc او ال rivet يعني it's يعني شي جميل بصراحة beautiful combination يعني يحتساعدنا من بعد في ال work flow تقدر تعمل حتى حيكون سهلة لك انك تعمل quality control and quality checking بكل سهولة يعني بكل سهولة تقريبا غطينا 90% من موضوع Trimble Connect web Trimble Connect desktop application خلينا بس نزرب load bearing بالشكل هذا نجينا نشوف هل عندي load bearing في الطاور او لا يعني شوف هل يطلع لي true false fire rating ما عنديش اكيد شوف load bearing load bearing هذه عنا 1106 يعني true اللي هو colorized group والباقي كلها معدوش load bearing على سبيل المثال هذا يعتبر issue على سبيل المثال اه يعتبر issue في الموضل لانه ممكن ما دخلناش information صح مثلا اذا حبينا نعمل classification by اه زي ما شايفين ان نمدخل IFCs على الموضل هذا خلينا بس اطلع شوية على سبيل المثال by name by category على سبيل المثال عفوا by category حبيكم بس تشوفوا موضوع classification colorized group زي ما شايفين high classification كيف تطلع يعني تقريبا عندك الكولومز على سبيل المثال تحب تشوف بس الكولومز يعني تعمل هذه بالكامل هذا من الكولومز اللي عندي هذا مسميهم كولومز هو مثلا structural modeler اوكي تقدر مثلا تحب تشوف بس الوالز خلينا نعمل هذه كامل on view hide يعني هذا ما عنده الوالز هذا من الوالز اللي عندي اوكي وراح تشوفوا نفس شيء في الواب بس بس بطريقة معينة وينح ندخل في حكاية properties وراح نتكلم عن شغلة اسمها organizer organizer هذه اكيد تدعو لي ان شاء الله لانها فعلا شيء رائع وممتع بما يخص coordination and model checking process ايه وعندكم possibility انكم تعملوا classification تختاروا يعني تختاروا ال id على سبيل المثال على سبيل المثال slot مثلا لحسب يعني object model وهذا مكامل model existing اه في المشروع by name خلقه by name وشيء colorize نعمل reset colors اه هذا اللي موجود شيء اللي موجود في اه في اه Trimble desktop application بس ان شاء الله بس حاول افتح لكم شغلة ثانية اللي هي point cloud ان شاء الله هنتمنى انه يفتح معايا بس اه اذا ما فتح يعني زي ما شايفين هذا ال point cloud نحاول ان نحضر ان شاء الله الكورس الجاي ونتكلم عليه في شغلة ان نسيت ان نرويلكم ياها في اه اه اوكي في اه رندر يعني يعني سوى يعني وهذه الحرك انهم زي ال rendering يعني engine تقدر تشوف حتى بال VR يعني يعني هذه جديدة يزادوها جديدة يعني ما عنداش تقريبا خمسة شهور اربعة شهور صان تختار الصان الظل shadow rotation بتاع الصان الصان يعني capacity شدة او حدة الصان azimuth height غروب شغروق تشترا اه تشوف التكستر تقدر تصدر تقدر تشوف التكستر اللي موجود اوكي عندك تقدر تعمل سكرينشوت للموضل زي ما شايفين تعمل له سكرينشوت صورة وتحتفظ بها يعني we can share it with the team زي ما شايفين ها تعمل صورة زي ما نفس نفس البرنسيب اللي شفناه من شوي انك تعمل صور sorry كذا جيبنا هنا مثلا تعمل صورة ثانية جيبنا هنا تعمل صورة ثانية تعمل صورة ثانية تعمل small animation زي ما شايفين صراحة نمستعملهاش كثير يعني ما ليش شايف فيها فايدة لانه اغلب الوقت انا تمبل كونكت نستعمله في في الكوردينيشن اكثر شيء والكلابوريشن موضل تشاكينج والكلاسيفيكيشن data exchange واتساترا تساترا 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 والريفيجن والامور هذي بس الامور في الفيزوليزيشن في صوفتوارز احسن واكثر اللي تقدروا تستفيدوا منها في موضوع الفيزوليزيشن نظن تمام لحد اليوم لحد السيشن اليوم ان شاء الله هتكونوا استفدتوا اذا عندكم اي سؤال اه حاضروا نشكركم جميعا على حسن الاجتماع نعطيكم الصحة جزاك الله خير على المعلمات الآن بحاجة لتطبيق صراحة ايه نعم لازم التطبيق صحيح صحيح لو في حدا عنده اي سؤال ممكن يكتب في الشات او يعمل شباب انا تنساوش في في تست اه بعد من خلص ان شاء الله السيشن بالكامل في تست وفي شهادة ستطلع لكم من تريمبل يعني هتكون هتكونوا سيرتيفايد من تريمبل يعني هتكون في اكزام و اولاين وتحتاجوها يعني ان شاء الله في البروفيشنال يعني كريير يعني تحتاجوا هاتي اله بسم حيكم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلام عليكم السلام 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 السلام